بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سائل يسعل يقول دخلي الشهري بالكاد يغطي احتياجات أسرتي الأساسية وعلي ديون أثقلت كاهلي لسنوات ولا أملك أي مدخرات هل أنا من مستحقي الزكاة؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا سبحانه وتعالى قد بيّن في القرآن الكريم الفئات الثمانية المستحقة للزكاة أولها الفقراء والمساكين الفقراء والمساكين اثنين بعدين العاملون عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب عطق العبيد الغارمين المثقلين بالديون في سبيل الله وابن السبيل هذه هي الأصناف الثمانية الفئتان الأولى والثانية الفقراء والمساكين والغارمين عفاهم الله عز وجل من فريضة الزكاة أصلا بل هم مستحقون لها لحاجتهم المادية الشديدة هذا يعطينا تعريف عملي للزكاة بأنها حصة مقدرة من المال فرضها الله سبحانه وتعالى للمستحقين الذين سماهم في كتابه العزيز وهي الأصناف الثمانية أو هي القدر الواجب إخراجه لمستحقه في المال الذي بلغ نصابا معين بشروط مخصوصة وبالتالي فإن الزكاة ليست هدية من الأثرياء ليست هدية أبدا ولا هو من من الأثرياء على الفقراء بل هي استحقاق بل هي واجب بل هي عبادة إلى هؤلاء الأشخاص أنا أتعبد الله عز وجل بدفع أموال زكاة إلى الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب الأشخاص المختارين إلهيا الله سبحانه وتعالى هو الذي اختارهم زين فأنت من الذين يستحقون الزكاة لسبب أن دخلك غير كافي وأنك مثقل بالديون لسنوات طويلة وغير قادر على سدادها فأنت من الذين يستحقون هذه الزكاة وفقنا الله لكل معروف وخير وإحسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته